عايزة أرجع للتوربيني التوربيني كان شكل القصة فيها برضو ناس قريبة وفيها كده لا التوربيني ده يعتبر من أخطر القتل المتسلسلين في مصر وله تصنيف يعني هو متصنف رقم واحد وعشرين على مستوى العالم كبشاعة الجريمة اللي عملها احكينا بقى التوربيني تم اكتشافه بالصدفة والكلام ده 2006 والاكتشاف بتاعه ما كانش لسه فيه تطور قوي فيه الكاميرات المرأبة وما كانش ده لسه موجود قوي ما كانش فيه كاميرات مرأبة في كل الشوارع فاللي حصل انه عامل في محطة القطر عادي خالص بيعمل السيانة الدورية فلقى هيكل عظم الطفل في حتة بعيدة شوي على أضيب القطر فبلغ رجال الأمر فجم علشان يحصروا أو يعملوا تمشيط للمكان علشان يعرفوا الهيكل ده جامنين فلقوا 12 هيكل عظم على مسافات بعيدة على خط القطر ما بين بقى القاهرة واسكندرية ومحافظات كتير فمش عارفين مين دول الغريبا ما كانش فيه أي بلغات تغيب للأطفال دي خالص فمش عارفين ممين ولا حتى من أي محافظة عامل كده فرجال الأمن فوقتها ما كانش عندهم كاميرات مراقبة زي ما قلتلك فاقتنعوا أو اقترحوا أنه غالبا الأطفال دي أطفال شوارع ده الحل أنه ملهمش حد بيسأل فيه وبسبب القضية دي كمان تحل جزء كبير من قضية أطفال الشوارع يعني يبقى ليهم أوراق رسمية وأنهم يبقوا جوة منظمات أو أماكن تبقى مسؤول عنهم الزباط بدأوا يدوروا على أماكن تجمعات الأطفال الشوارع اللي ملهمش أهل لحد ما قبضوا على واحد مساعد للتوربين واعترف عليه أنه هو بيعمل كده مع الأطفال اللي هم ملهمش أهل بيجيبهم يشتغلوا معاه في محطة القطر والطفل اللي ما يعجبوش تصرفه يعتدي عليه بأن يرميه من فوق القطر للقطر اللي جاي فيبان قصاد الأمن إيه أنه حادث ده سكتار تم اكتشافه يبقى ده سكتار ما تمش اكتشافه هو مستمر لما تقبض عليه وتقدم للمحاكمة أنه قتل أكتر من تسعة وتلاتين طفر ده اللي هو اعترف بيهم كلهم أطفال شوارع كلهم وهو اللي اعترف بيهم والأدلة بتقوله أنه أكتر من كاب كتير لأنه في منهم كان على قطر وفي منهم كان بيتخلص منهم في أماكن مش عارفين يلاقوهم أصلا انت حللوا من زمن ومن سنين يعني طلع أنه مسموش التوربين طلع أنه كان شغال في محطة قطر طنط زمان وهو صغير وأنه فيه واحد هناك اسمه التوربيني اعتدى عليه ورماه من فورة فهو بيعمل نفس اللي اتعمل فيه فبيعيد تاني التاريخ قرر أنه هو ينتقم بس الغريب أنه بينتقم من مين طب هم زنبهم إيه طبعا فهي غالبا يعني هي عشان كده مأسا القطر المتسلسلين على مستوى العالم ما بيبقاش دايما هدفه الجريمة يعني مش هدفه يسرق هو حالة نفسية غالبا السيريال كيلر بيبقوا كده بيبقوا عندهم صدمات نفسية هاي صلامات نفسية